نرمين إذا بدنا نرجع بالذاكرة لولا الذاكرة الفنية خلينا نحطها بين قوسين مرتبطة بمعرض دمشق الدولي مرتبطة بمعرض دمشق الدولي لطالما كان له ذاكرة فنية ضمن أكبر تظاهرات ثقافية وفنية مرافقة للحدث الاقتصادي تصدر مشهد افتتاح على أرض مدينة المعارض بالدورة الواحد وستين حملت اسم من دمشق إلى العالم الحفل الفني مع أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو أندري معلولي مدير عام الهيئة العامة ليدار الأسد للثقافة والفنون أكيد بصرنا نرحب فيه ضمن صباحنا غير يا صيد صباحك مايسترو صباح الخير أخذ على عقلي المعهد أخذ على عقلي المعهد لساعد صباحكم جميعا لساعد صباح المشاهدين دائما على كل القنوات الوطنية السورية لساعد صباحك مايسترو أهل وسهلة فيك يعني يوم الافتتاح كان من يومين وكل أنظار العالم كانت موجهة على خشبة المسرحية اللي ممكن هي قدامنا كانت وخلاني حكي عن الحفل الموسيقي اللي كان يعني معرض دمشق الدولي هذا العام تحت عنوان من دمشق إلى العالم فيمكن كل شيء موظب لنوصل هاي الرسالة خلاني نحكي عن البرنامج اللي قدمتول حتى نوصل هاي الرسالة أو هذا العنوان العريض من دمشق إلى العالم عنوان كان يعني كفيد لينوضع سيناريو للحفل يعني الشي اللي اليوم منشوفه جديد يعني الحفل من أصداء الناس كنت عم بسمع أنه الحفل كان جديد بنكهة جديدة طبعا مثل كل شي بالحياة فيه ناس بتحب ناس ما بتحب يعني هذا شي طبيعي وصحي فبس أما اليوم فيه فكرة جديدة كان كل الأراء متوافقة أنه فيه فكرة جديدة فيه تجديد للموضوع طبعا كلمة من دمشق للعالم مبنى عليها سيناريو للحفل من لحظة التقديم حتى لحظة التحية النهائية يعني كان عمل مربوط بسيناريو بيوضح شو نقصد من دمشق للعالم وهي اليوم دايما لما واحد بياخد عنوان بيبني قصة الحدث بحيث يترك للجمهور للمشاهد المخيلي لديه إنه يقدر يرسم صورة من دمشق للعالم كيف تكون من خلال شو عم بيسمعو شو عم بيشوف طبعا اليوم الأوركسترا بموسيقى مكتوبة خصيصا لهذا العمل التعاون مع الأستاذ طاهر طاهر مرحبا أكيد طبعا الأستاذ طاهر هو صديق واشتغلنا هذا العمل يعني بمحبة كاملة وبثيقة يعني كان عنده ثيقة فينا كمان نقدر نحن نقدم هذا العمل بأحسن صورة ورجعنا كمان مبنينا ضمن عمل فني كامل في قصة في حدث درامي في حوارية بين الجد والحفيد ووجود النول اللي هو متميز فيه ضمن النسيج السوري والنسيج اللي هو وصل طريق الحرير هذا كمان نحن حكينا عنه صحيح وبهذا الطريق دخلت الفرقة الإيرانية دخلت الفرقة الروسية ضمن سياق الحدث وليس ضمن حدث مستقل وهذا اليوم عطى للناس كل ياتا يعني كانت مجدودة من اللحظة الأولى للنهاية أنه عم ننتقل من حدث إلى آخر حتى انتهى الحفل فما كان اليوم في بلوكات مستقلة عن بعضها بحيث كله مطرابط هالطرابط هاي كان جميل وبتخيل كان يعني ما في حتى كمان كتير ناحية كتير مهمة أنه ما في ضياعة للوقت يعني ما في فواصل هي بعكس أن العالم من إلى من إلى دايما عم نرفع عم نرفع الليفل تبع الحفل وقف بالنهاية وانتهى يمكن مايسترو عدم وجود فواصل هو كسر الملال مع الضغري كان فرد صحبة صعب كثير أنك تسحبي الجمهور ترفعي لدرجة معينة بعد أن توقفي ترجعي تنازلية ترجعي تسحبي لا العمل الصح مفروض يبلش من نقطة صفر وبيطلع لكشيند ومصن يمكن هذا كان من ضمن الخطة رح نتعبع حديثنا معك مايسترو لكن رح ننتقل لنشوف بعض مقتطفات من حفل الافتتاح موسيقى 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 كانت موجودة. كنت أقول لك تحت الهواء من دمشق إلى العالم. يمكن هاي الأغنية اللي صارت بصمة بسجل معرض دمشق الدولي الثقافي. خلينا نحكي عن تحضير هاي الأغنية عن المؤدين كانوا إله والألحان. طبعا اليوم العمل كله مكتوب كان لهيد المناسبة. يعني ما في أعمال كانت قديمة. يعني هالأغنية أكيد اليوم جسدت بكلماتها. كل الشي نحن. قصة سورية يمكن حلال السنوات الماضية. أول رسالة. لنقول أنه في عنا رسالة مهمة هي من دمشق للعالم. وجهنا هالرسالة بموسيقى جديدة بألحان جديدة بكلمات جديدة. طبعا تأدت من قبل الأوركسترا والكورال اللي كمان كان متألق جدا بخلال هذا العمل. واتخيل الحكم هو للناس. للجمهور. يقدروا يشوفوا أو يقدروا نشوف هيد الرسالة إذا وصلت أو لا. نعم. يعني ماسترو أوركسترا أورفيوز. يعني يمكن أنتو نقيتوها بعناية كان في خطة معينة لإيصال رسالة. يمكن نحن رسالتنا من السنة، الستين، التسعة وخمسين كان لسه في شوي ضغوطات علينا. طبعا كل مرة عم نكون. تماما. السنة كنا شوي هيك وتنفسنا الصعداء. خلينا نحكي عن الرسالة اللي قدمتها أوركسترا أورفيوز. اليوم الرسالة دائما أنا بقول الفن هو رسالة. والموسيقى دائما بتمثل وبتجسد البلد اللي بتنتمي لإلو. له السبب كان ضروري أنه تنوجد موسيقى خاصة لهذا العمال. لأنه انخلال الألحان وانخلال العلامات الموسيقية اللي بتصدرها هالآلات كلياتها بتحمل دائما معها. يعني اللي عم يعزفها هو إنسان سوري. فلا شك أنه ضمن هالأنغام اللي عم تطلع فيها روح. دائما الموسيقى هي روح. وضمن هذا الروح بتتجسد فيها كل مشاعر. المحبة. السلام. الشي اللي نحن عايشينه. يعني نحن اليوم منقل واقعنا الحقيقي. منقل داخلنا الحقيقي من خلال النغمات اللي تصدر. لأنه ما في نغمة ممكن تصل إذا ما فيها روح. وهالروح إجباري بدي تمثل هذا الشخص الموجود. كيف ربي. وين ربي. شو المي اللي يشرب منها. شو الأرض اللي عم يدعس عليها ويمشي عليها وطراب هالأرض اللي هي اللي هو طلع منها. فعمليا هاي المشاعر الكليات اللي نحن ممكن نحكيها ضمن شعر. بس هي فعلا لما بتكون ضمن لحن فهي بتكون حقيقية. يعني وبدون بدون أي تصنع. صحيح. فبتكون طبيعية. وبتصل. بتصل. هون نحن نحن بنقول حوار الحضارات داما وحوار الشعوب. كيف نقدر نحن نتشفو. أو كيف ممكن نتعرف عالشعوب من خلال موسيقاهم. صحيح. من خلال شو بيسمعوا. نقدر نعرف مين هدول العالم. طبعا لما يكون في عنا وعم تعزف على كل الآلات الاوركسترالية السيمفونية. اكيد هذا دليل على تحضر وروقيه هذا البلد. فنحن اليوم هيدا رسائل كل العالم تقراها. وبيشوفوا اليوم انه في في حفل فني. نعم. فيه اوركسترا. عم تعزف فيه 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 تقليد عالمي. ازا هذا هذا يعني هذا رسالة انه احنا بلد لدينا حضارة ولدينا تطور ولدينا فكر ولدينا امكانيات. نعم. ورغم انا بدي بقولك انه رغم كل الظروف اللي برأيت عليها. الموسيقا ما وقفت. صحيح. لا لا في دار الاوبرا ولا في اي زكاة. ودائما كنا نحن عم نحكي خلال السنوات الماضية انه نحن عم نوصل رسالة بالحرب. خلاني نحكي كمان من ضمن النشاطات المرافقة لمعرض دمشق الدولي. هو برنامج نشاطات خاص عم يكون على مسرح دار الاوبرا. يعني كثير ضجة يمكن وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الحدث. لعدة اسباب. اول شيء يمكن في اسماء كثير ناس بتحبها واسماء كبيرة. مشان البطاقات. وكان في تساؤل ليش ما نو على ارض معرض دمشق الدولي. ليش بالاوبرا. ليش ما فتحنا المجال لعدد واسع. يصير حفل جماهيري. ناس تحضر مسامياد الحناوي. بداية دار الاوبرا. يعني انا استلمت من من فترة قريبة يعني. وبلشت وضع استراتيجية لكيف انا بشوف دار الاوبرا. وخاصة انه انا يعني درست برا وشفت كيف بيتعاملوا مع دور الاوبرا في العالم. وطبعا اليوم المرحلة اللي نحنا متل ما حكيتي اليوم السنة نحنا كنا عم نتنفس افضل من السنة الماضية. فاكيد المرحلة بتستدعي صار انه نوضع خطة عمل جديدة ومختلفة. صحيح. تماشيا مع الواقع اللي نحنا بنعيشه. اكيد كانت موفقة هيدا الخطة ايضا. يمكن عم نشوف فعاليات دار الاوبرا ما عم بتوقف. يعني كل يوم نحنا بنندعي على فعالية بحكم العمل. تماما فعم نشوف هادا الشي كتير مريح. هادا الشي نحنا بنفتخر فيه. نحنا بنحاول انه نحافظ عليه ونتلقوه بشكل كريم. اكيد. مايسترو يعني نورت صباحنا لليوم نحنا بنفتخر بوجودكن بنفتخر به هالافتتاح الرائع يلي كان ان شاء الله يكوننا للرضا متل ما قلت سواء حب عالم ولا ما حب عالم هو دليل نجاح اكيد كل الشكر لوجودك معنا ناطرين منكم اكتر واكتر ونورت صباحنا. شكرا اهلا وسهلا. شكرا كتير اليك مايسترو يعني رح نضل ضمن النشاطات الحكامة.